شعبنا العظيم فقد ألتام مجلس النواب بمدينة سيئون التاريخ والحضارة في 13 إبريل 2019 في منتصف أبريل الماضي عقد مجلس النواب جلستين انتخب في واحدة منهما هيئة رئاسة جديدة وأنهى جلسته الثانية على أمل العودة لدورة عقاد بعد إجازة عيد رمضان لكن البرلمان الأطول عمرا في تأريخ اليمن أضاف لنفسه لقبا جديدا ليغدو البرلمان الأطول غيابا ربما على مستوى عالمي تمكن البرلمان من عقد جلستين يتيمتين في سيئون وبعد أيام من رفع جلساته تعرضت القاعة التي انعقدت فيها الجلسات لحريق لا تزال أسبابه غامضة حتى اليوم وعلى الرغم من زيارة رئيس البرلمان الجديد سلطان البركاني إلى أبو ظبي في النصف الأول من يوليو الماضي وهي الزيارة التي قال مراقبون إن غرضها الأساسي هو محاولة إقناع حكام الإمارات بالسماح لمجلس النواب بالانعقاد مرة أخرى في عدن أو سيئون إلا أن هذا الحلم بدى بعيدا منال فلم يتمكن البرلمان من عقد جلسة أخرى حتى اليوم وعلى الرغم من خطورة الأحداث وتلاحقها إلا أن البرلمان ظل خارج نطاق الفاعلية طوال المدة الماضية إلى أن ظهر رئيسه وبعض أعضائه ضمن مباركي اتفاق الرياض الاتفاق الذي قفز على المجلس ولم يشر إلى ضرورة منحه الثقة للحكومة التي سيتم تشكيلها وتؤدي يمينها الدستورية في عدن يقول البعض إن تجاوز الاتفاق الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي للبرلمان أمر طبيعي نتيجة للدور الديكوري للمجلس ولأن المجلس يعبر أيضا عن حالة اختلال القوة التي ورثتها سلطة الرئيس هادي من عهد الرئيس المخلوع والتي لم تعد قادرة على التواؤم مع الوقائع الجديدة ليبقى مجلس النواب كشاهد زور وهي الوضعية التي يبدو أن ممثلي الشعب لا يجدون غيرها